مصطفى جمال انا تعبان جدا عندي واحد وعشرين سنة وعندي التهاب في المعدة وارتجاع بقى له اكتر من سنة مش عارف اعمل ايه والله تعبت من كتر الادوية لدرجة اني بقيت تعبان نفسيا مش عارف اعمل ايه مش لاقي حد يفدني ليه يا ابني كده ليه الدنيا مش سودة او كده سنك واحد وعشرين سنة يخرب عقلك يا راجل واحد وعشرين سنة وبتقول الكلام ده بما انه سنه ستين سنة يعمل ايه واللي سبعين يعمل ايه شوية حموضة وشوية بص في سنك ده انت عايز تضرب عايز تضرب لماذا؟ مية المية انت بتاكل برا بيتك وراهنك وان كنت جدع قولي لا الاكل برا البيت اكل مش نظيف عاشر مرة قولها لكل اب وام امنع ولادكم من الاكل برا متضمنش الاكل برا متضمنش ايدي الراجل اللي بيعمل بيها عندنا حاجة اسمها جرسومة المعدة منتشرة جدا جدا عندنا التسمم الغذائي عندنا اكل مش سليم بروتين متشلش في التلاجة صح فانت ده رقم واحد رقم اتنين نعمل تحليج ارسومة اذا وصلت الامور الى بعد ما تقول ما عملت اللي انا قلت عليه الامور وصلت الى طريق مزدود نعمل منظر هيطلع ايه ارتجاع مريق يا فاتق في الحجاب الحاجز كلها حاجات بسيطة جدا جدا انما سن 21 سن شاي وسن دايما يعني متعود على التنطيط في الاكل